وهيك انت انضميت الافضل سيرفر عربي للجوال والبيسي ترغب عليكم وعندنا اليكم في مقطعين جديد اليوم اللحظة المنتظرة وهي ابتتاح السيرفر سامب السيزون الاخير بالنسبة لي اليوم اريدكم اتخاذوني في تركيز وتركزوني وياي على اللي راح اتكلم بي بس اكيد يا جماعة اتخذوني تحطونا الزر لك ترككم بالقناة وتابعوني على باقي المنصات مثل تيك توك لان كل يوم اساوي بات الله هي كذب اليوم راح يكون فيديو استثنائي راح نبلش به باليوتيوب بما انه انا صرت بالكلية مرحلة اولى فمن المفترض انه اكون مضبط وقتي واستمر بنشر الفيديوهات مضبط انه في اوقات نشر بيها فيديوهات فان شاهدته او لما شاهدته فانا راح استمر اه ترى راح نزل باقي علعب مو بس ام بو رب الحبه فكل عادة سنقلجات الحياة اللي وصلتكم عليها اللي هي الصلاة وطاعة الوالدين ويلا نبليش باسم الله طبعا كل عادة سيرفر ديسكورد الي يكون مسؤول عن كل السيرفر راح يكون موجود بالوصف اذا ما تنضم للديسكورد فراح تقدر تطولي السيرفر بس ما تقدر تتوظف بالشرطة ولا بالداخلية داخلية وشرطة حالو ولا بالارمي ولا بالف بي اي وباقي الفاكشنات ولا تقدر تنضم العصابة بس تقدر تلعب كمواطن وتخالف القوانين وتبلعبات الاي بي مالتي راح يكون متابت في التعليقات مو مثل كل مرة ما انطيكم الاي بي انطيكم الاي بي واذا طفى السيرفر عليكم يعني بالمستقبل فيعني السيرفر خلاص السيزون مو تجيني بالفين وخمسة وعشرين تدور الاي بي ليش ما يشتغل ابراص طولنا كثير مو يلا نبليش واول ما تدخلوا يانا للسيرفر راح يطلع لك السيرفر بهذا الشكل يا نورس انت طاب بالبي سي رحم والدك احنا ريد للجوال ابشر يا الغالي بيم اوكي جينا للجوال اول ما تفتح بالجوال راح يطلع لك بهذا الشكل اول خانة تكتب الباسورد شنو الباسورد هذا حساب صار خاص بيك انت فمن تكتب هذا الباسورد راح يكون وياك طول ما تلعب كل ما تسجل دخول او كل ما تطلع والطاب للسيرفر راح تكتب هذا الباسورد اللي راح تكتبه هسه هذا خاص بيك بعد ما تكمل الكتابة تضغط على register وراح تعيد كتاب الباسورد نفس اللي كتبته بالبداية تضغط على submit تدوس على next تضغط على next وعلى 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 next تضغط عليه راح يحولك على صفحة الأيك او العمر عمرك اش كثر اكتب مثلا انا عمري مثلا يعني نضغط على سبمت اينا قبل سوي سكيب بعدما سوي سكيب اذا تحتاج على مساعدة انه ريطلب لك ادمن تلقى يضغط على ياس انا ما احتاج فراح ضغط على نو وهيك انت انضميت الافضل سيرفر عربي للجوال والبي سي طبعا انا جاي اشرح لكم على محاكي جوال فسولونا نرجع للبي سي حتى اشرح لكم اسرع بس ترى لنفس الشرح مجرد انت تاخذ الاوامر تطبقه بالجوال وانا راح اروح للبي سي حتى نشوفوا بشكل احلى بنفس الوقت اشرح لكم بشكل اسهل واحد اثنين ثلاثة ديم يا رجل تحولت اللعبة الى لعبة اسطورية طبعا اول ما تطلع من المكان راح تروح على البانزيقانة هاي اللي موجودة ليش تروح عليها اسغل لما توصل هذا المكان عندك هنا التفويل هذا مكان الستور طب داخل الستور الدخول مجاني والبضاعة مجانية لانه بداية السيرفر من تدخل كالعادة بي و واي حتى تشتري جي بي اس راح تشتري موبايل تريد او انت بس روح لي على جي بي اس سيستم هذا جي بي اس سيستم لكل بضاعات صفر لا تريد تشتري محل فهل ديسكورد موجود؟ تفضل المهم نتشتري جي بي اس وبعدين تطلع بعد ما تطلع تروح وين ترجع للمكان السابق اللي هو rent car او هاي المثالة الاخضر شكوشي مثالة اخضر يعني هذا تأجير اوكي فانتش يساوي تسوي rent car تكتب هنا rent car يوم المثالة الاخضر تضغط على enter لتطلع لك هاي الواجهة الاسطورية عندك هين الدراجة عندك هين السيارة طبعا يام يمشوها لاننا نحن طمودات للدراجة وللسيارة فايام ما هي راح يطلع مشوهش وايام ما كرح تطلع واضح السيارة فقط لل vip شلون تشترك vip بالديسكورد موجود بالvip بالنسبة للدراجة راح نختار الدراجة وندوس على rent بس تختار rent راح يطلع عندك بهذا الشكل تضغط على حرف الين ايضا هاي نظار بعيندي لان حاط مودات تضغط على engine حتى تشغل الدراجة وش سوي شو سوي خط بعدين تكتب location اوكي هاي اللي جاي يشوفها اذا ما عندك gps ما راح تطلع لك هاي القامة اللي هاسه طلعتلي عندك اول شي اماكن الوظائف job location near business اقرب business عليك business يعني محلات مثلا اقرب محل البس عليك اقرب محل اه مثلا الكترونيات اقرب محل مطعم اقرب مطعم اقرب مطعم عليك عندك general location هاي طلع لك اماكن مركز الشرطة البانك اه ميكانيك dealership سوق سيارات يعني وغيرها كثير من الاشياء موجودة تقدر تشيك عليها فاحنا راسا شنو نختار ريد نروح على طلع رخصة قيادة فاشنو نروح على general location بعدين نختار على dmv اوكي بعدين نضغط عليها مرتين على السريع راح يحدد لك بالخريطة مربع او مثلث احمر انا نضغط علي مثلث انا مدري المهم راح تروح يوم هادا مثلث الاحمر بنت وصليم المثلث الاحمر اللي هو هذا المكان بس تنزل ترى راح تروح منك الدراجة لان هاي استئجار فقط تجي يوم هذا المكان بعدين تدخل جوا بعدما يدخلك راح تدخل وتروح يوم هذا الميز اوكي تكتب تاكي تيست اوكي تاكي تيست وراها تطلع بره تمام بعدما تكتب تاكي تيست راح يطعلك كلام ابيض احطي لكم اياه هسه وتروح على هاي السيارات اللي موجودة بهذا المكان تركب لك اي سيارة موجودة. هسه شا سوي تروح على هاي الدوائر الحمراء اللي موجودة بالقاع وتفترع عليها وحدة وحدة وحافظة على السيارة ممنوع تدعم السيارة نهائيا لان اذا دعمت السيارة راح تفشل وما تيجيك رخصة قيادة او لما تروح تشتري من الدليل الاشيب راح تشتري وتتغرم وتنحجز سيارتك اذا انت ما عندك رخصة قيادة. هذا اخر شيك بوينت راح ناخد وخلي نشوف راح ننجح. اوكي سيكسايفل بسيد يعني نجحت بالاختبار. اذا ما تنجح بالاختبار تروح على هذا المثلث الاخضر اللي يما يشوفها ستليتك الموقع عمالته. تضغط على رين. ثار. بعدين تأجر دراجة. شغل. تكتب لوكيش حتى تظهر لك هاي الاوامر. بعدين تضغط على جوب لوكيشن. بعدين تختار على ماينار. هايا ماينار تمام. هي اشل لك بالخريطة ونروح لي. طبعا شباب هذا مطعم قريب من الدي ام في. ينباع بالديسكورد. هذا لوه فاكشن خاص. اوكي مطعم واكل خاص. فاللي يحاوب يشتري هذا المطعم. ايضر ما موجود الرابط في الديسكورد. ترى مطعم واحد موجود بالمدينة كل. هذا المكان وصال منه يعيال. بس تنزل يختفى الدراجة كالعادة لان هذا اجار. بعدين تروح يوم هذا الشخص تضغط حرفين وهس انت اشتغلت بالماينر. نورد شنو اسوي. تروح على هذا المكان شوف. هذا المكان. اينا مكتوب. ماين. اوكي تكتب ماين. ماين. اوكي. راح يبدي. الله. بالكرك. اه لك خالي مستقبل العراقين كله بنفسها. تمام. ورا ما يكمل. حيشيل هاي الحجر. تروح تركض او ما بجوال. مارد علمكم هذا يقليش. بس الاساطير يبسان بيعرفوه. الطب جوه. بعدين وين تروح على هذا الدارة الامرة. راح يمطي كوناتاني 3000 دولار. خلي راح مرة ثاني واشوفكم مش كده راح يبطي. هاي المرة ثاني اخر شوف كيف راح يبطيني. نطاني 1279 دولار. والله يا جماعة انك راح راح اشتغل بسان فيرو. بطل من كلية. باقي الاشياء ما راح اصول فعلها لان السيرفر حرفيا بيه اشياء جدا ممتعة. راح اغطيها لكم بمقاطع قادمة. اذا وصلنا هذا المقطع اكثر من الف لايك. والله اذا وصلنا اكثر من الف لايك. راح ينزلكم مقطع جديد. اول ما يوصل مقطع الف لايك. يا الله. فالى هنا وصلنا لنهاية المقطع. اتمنى المقطع نال على اعجابكم. لا تنسون تشتركونا بقناتي. وتجونا على التيك توك. ان شاء الله راح اذا اقدر حبث يومية العاب منوعة وليس فقط ساب. ساب من المحتمل ما ابث على التيك توك. لانه اه بعد مرتبنا الوزارات خلى رتبوا ان شاء الله نبلش بالبثوث مال ساب. نلقاكم قريبا في يامان الله.